اشتركوا في القناة افضل ان اخذ قصة من الراحة انا افضل ان تخفف من ضخامة كرشك انتظروني سيمبا وصلنا الى الواحة جيد هذا يعني اننا سنعثر على طعامنا وشرابنا اكيد سنتوقف هنا قليلا واخيرا تكرموا بمنحنا قصة من الراحة هل تلعباني معي بالقرى ماذا قلت لم تسمع سمعت ولكن ليتني ما سمعت شيئا ظننت انك اصبحت قادرا على تركيب جملة مفيدة شيئا ما سيحدث بعد قليل اكس ال حبيبي هل انت مريض اشعر باننا في خطر ان اكس ال مرهب في الحس لقد حسب الخطر قبل حدوثه اخبروني هل شاهد احدكم كا اعم انا لم اراه ولا انا اين اختفى كا في مثل هذا الوقت قد نحتاج اليه في اي لحظة لن يطول غيابه عنا بصراحة ابتعد كا عنا خلصة اطمئنه فلقد غادرنا كا ليلة امس ليبحث عن كبير افاعي الكوبرا لا تنسوا انه زعيم الافاعي ترى هل يسعى كا الى ضم افاعي الكوبرا الينا بالضبط ممتاز المعثرة هل استطيع مقابلة سيمبا اهلا اتوقع انك تحمل الي اخبارا سرة هيا تكلم فانا اسمعك وصلت رسالتي الى كبير افاعي الكوبرا واظن انه في الطريق الينا الان ترى هل تذكر كوبرا الادغال يا كا؟ في الواقع كوبرا الادغال هو الشقيق الاصغر الكبير افاعي الكوبرا ياسيمبا اذا لماذا هجمنا حينذاك؟ لم يلتزم كوبرا الادغال تقاليد اائلته فتم عباده لسوء تصرفاته ماذا لو علم شقيقه بما حدث؟ دعي الامر لي فانا ساشرح له تفاصيل ما حدث في ذلك الحين ارجو ان تتمكن من اقناعه لعله يقف الى جانبنا وان لم يقتني فساحسن الامر معه بالقوة هل يسعى سيمبا الى مقابلتك؟ لماذا تضحكان؟ لانك ستاخد فردا من افراد جيش سيمبا مبارا وصل بك الامر الى حد السخرية مني؟ غادر هذا المكان حالا اذا ازعجك حديثي هيا سيناقل مصيرك كوبرا الادغال حتما ماذا حل بكوبرا الادغال؟ ماذا عصابه؟ هيا جبني هيا ايوها الضبع الضرثار هييه يقشعر انعبني عندما اتذكر تلك الحادثة ما واحدث كان مرايبا تكلم تكلم إلا شطرتك نصفين لماذا كل هذا الاهتمام به؟ قل لي وكأنك نسيت بأنه شقيقي بحسب معلومات المتعفرة لدي يفترض أن هناك بقايا منه في بطول التمسيح فهمت؟ من قتله؟ من؟ قتل على يدي من نسعى إلى ملاقاته سوريك هل ناديتني يا سيدي؟ هيا اروي لنا ما تعرفوا عنكم رألتها لا أحفظ حكاية أشد حزنا من حكايته سأقص عليك حكايته بينما كان يلاحق فريسته نصب له أصدقاء الفريست كمينا وحصرته كمذر يعاني شبابه يقذفوا من وبشرة الماضية التي سمت بتصميمه الله أصدقاء الفريست كمينا الله أصدقاء الفريسته wrong يا أخي من أولئك المجرمين نحن طوى أمرك يا سيدي نحن طوى أمرك لدي اقتراح هل أنت مستعد لسماعي؟ لم أعد أرغب في سماعي أي شيء أي شيء لماذا لا نتعاون على إبازة سيمبا وأصدقائه فسيمبا عدو مجترك انظر إلى تلك المساحات الشاسعة وافق على طلبي كي يمنحك إياها ما رأيك بأرضه؟ تحتاج إلى بعض الوقت كي أفكر في الأمر لا تتردد إنها فرصتك الوحيدة للتخلص من سيمبا وأصدقائه الذين أهانوا أفاع الكوبرا إهانة ومسحوا به من أرض أنا آسف لا أطيق سماع صوته لا تعتذر أنا أيضا لا أطيق سماع صوته لكن ماذا فعل؟ علي أن أذهب الآن لإنجاز بعض الأعمال ولكن تذكر بأنك وعدتني وإياك أن تخلف بوعدك ولو اتفقنا اذهب هيا هم؟ 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 عاشم؟ 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 هيا الشعزي كأسي عريغي هم؟ 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 اشتركوا في القناة ادووا اتبعوهم اياكم ان يشعروا بوجودكم القناة لماذا توقفت فجأة ترى هل تشعر بالتعب ايها الفأر المدلال باكسيل باك هل شاهدت امر غريبا يا ثنثون غريبا جدا سنتوقف هنا بعض الوقت كنت سأطلب اليك ذلك لا استطيع احتمال حرارة التقصي هنا هيا امسك هيا شيراتو هاي تأخر الكوبرى اليس كذلك يا كا انا قلق جدا كن مطمئنا سأبقى مطمئنا ما دمنا معا احرص المكان جيدا حاضر اشعروا بالقلق يا اكسيل لنخلص سيمبا حالد هيا اتبعني سيمبا ها لم تخلدها للراحة ارتاح ومن اين تأتيني الراحة وانا قلق ها ماذا تقصد يا ثن يشع القلادة عادة عندما يتهددنا خطر مطمئنا حاولت معرفة مصدر الخطر فتبين لي ان لا شيء يدل على وجود خطر حقيقي ماذا تفعلني هنا؟ ينتجيب عن سؤالي ترى ما هو سر هذا الحزن؟ هل تحتاجاني مساعدة؟ تتركنا في حالنا يا اخي اه اثن بصراحة نحن نشعر بالخوف من العشاب ماذا تقول؟ صدقني انا لا امازحك اه دعني افكر اه الاعشاب لا تخيف اذا ما هو مصدر الخطر؟ الخطر يأتي من الثعابين التي تختبئ بين الاعشاب معك حق هذا لا تتاياك من الثعاب سيمبا تعني يا بول تعني اذهب كيف محذر سيمبا من خطر الكبرى؟ تعني كيف تجرؤ ثعابين الكبرى على مهاجمتنا؟ حذروا الاصدقاء انتهت مهمتنا؟ اعترف بدهائك يا سيدي فلقد كان تحريطك له مقنعاً ستهاجم افاع الكبرى سيمبا ومن معه ومن المؤكد انها لن تبقي على احد منهم داهية 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 سنحصل على وجبة شهية من اليحمور يبدو انك تعاني جوان مزمناً من بعدكم يا سيدي المهم عندي لا نمو القضاء على سيمبا اشتركوا في القناة يا سيدي يا سيدي لا تقفوا بين الأعشاب الى النهر جميعاً الى النهر أسرعوا اماي بالخلق لا تقضيوا بين الأعشاق ايا.. ايا ادتوا على حضر ايا بسرعة ايها الأصدقاء اياكم ان تدوسوا على الأفاعي احذروا خذر أفاع الكوبرا أيها الأصدقاء تحرك يا كرادو ماذا كانوا يهدف عليها لكي؟ سألقي بالحجارة فوق روسي ثعابين الكوبرا احذر يا بيمبو تنظر خلفك اتمند خذ لقد نجأ خذ لقد ندح محاولتي أيضا لقد تحرك هل شهدت بيوم عينك كيف هربت أفعى الكوبرا كوفا مني يحقني؟ فين أكسل؟ ما هذه التصرفات؟ ما بكما؟ ألا تقدراني خطر أفاعي الكوبرا؟ كنت أود رؤية الأفعى التي قضى عليها سيراتو قضى عليها بضربة واحدة من ذيله هل قضى سيراتو على الكوبرا؟ نعم ضربها بذيله هكذا لماذا غدرت بنا أيها الخائن؟ تكلم؟ أنا لست خائنا بل أنت الخائن يا كا ها أنا؟ ماذا تقول؟ كيف تجرؤ على اتهام بالخيانة؟ لماذا قتلتم أخي؟ لماذا؟ قتلناه دفاعا عن النفس، هذا هو السبب؟ دفاعا عن النفس أم دفاعا عن سيمبا؟ يبدو أنك تنوي اللحاق بأخيك هكذا إذن، سأقضي عليك احذر يا كا، إياك أن تنظر إلى عينيه كا، لا تستسلم، لا تستسلم أرجوك النجداء، نجداء، النجداء علينا أن نمد ياد العوني إلى كا لقد لجأ ثبان الكوبرا إلى التنويم المغناطسي قسنتها يا كا، قسنتها، قسنتها، قسنتها علينا أن نقدم إليه المساعدة، افعل شيئا يا سيراتو ترجمة نانسي قنقر سيدنا نعقابك الهادل لقد حالفت شريخان ووقفت إلى جانبه ضده وضد أصدقاء الأبرياء لذا عليك أن تتفث لا تقتله يا كا دعوه على قيد الحياة لا حياة لخائن ماذا سنجني من موته هيا أقتل ولماذا سنقيا على حياته ما السبب قد لا نجني شيئا من موته لكننا سنجعل منه عبرة لمن يعتبر إذا بقي حيا وسوف يعرف قطيعه مدى قوتنا هل فهمت قصدي الآن شكراً هل تعرف ما عقابه الخائن؟ أنا أكره العنف ولكنني مستعد للضرب بيد من حديد عندما أشعر بفقدان العدالة سأبقي على حياتك هذه المرة سأكتفي بنفيك بعيداً عن الجميع وتلك هي عقوبتك لقد أصبت لكنني لا أثق به ولا أنا خذ العداء يتربصون بسينة من كل جانب ولكنه في كل مرة يردهم على أعقابهم وهذا بفضل شجاعته وحكمته وبفضل جهود الأصدقاء المخلصين الذين يقفون إلى جانبه بكل حزم وقوة إلى اللقاء